تهاوت بين أحرفها أرواح مراراً وسقطت تحت سيطرتها هيبة الدولة المطلوب استعادتها بإنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل المتضمن عقوبات بحق المتاجرين تصل إلى الاعدام ونصوص عقابية أخرى بحق الحائزين عليه بين السجن والغرامة والمصادرة قانون يتداول في أرويقة الحكومة لينتقل إلى البرلمان للتصويت عليه يكون جاهزاً لحماية البلاد من نار تنهش فيها كانت الجلسة الختامية للجنة الأمر الديواني 95 التي تكلف رئيس الوزراء بتشكيلها حول تعديل قانون الأسلحة هذا القانون المهم جداً الذي هو قانون 51 سنة 2017 صار اقتراحات كبيرة جداً سوف نشرع قانون يحد من هذا الوضع الغير مقبول إضافة إلى تسليط الضوء على بعض المفاصل المهمة مثل بيع الأسلحة في داخل الأسواق والمحلات الغير مجازة وعدم جعل هذا الموضوع إلى سوق سوداء لأنه يضر في حياة المجتمع بشكل مباشر واستغلاله من قبل الأطراف الإرهابية من يمتلك السلاح؟ سؤال تنضوي تحته إجابات عدة أحزاب سياسية كتل ومؤسسات وجهات مختلفة ومنها العشائر المتناحرة بعض منها في مناطق مختلفة لوضع حد فاصل بين الأسلحة المتوسطة والخفيفة مع وضع قوانين للحد من امتلاك الأسلحة الثقيلة والحربية نائب حتى المسؤول يفترض أن تحدد ضوابط لحمل السلاح لجميع المسؤولين حقيقة حتى الدوائر الخاصة مثلا بنوك غيرها أهلية غيرها تحتاج لبعض السلاح لأن هناك عمليات سطو وغيرها لكن وفق معيار قد يكون قطعة وحدة ينفذ على الكل بدون شروط بدون استثناءات وأنا أعتقد أن هذا القانون إذا نفذ أو إذا شرع العفو سوف يكون على الكل وعلى الجميع إذا كانت سلاح منفرد أو كانت أحزاب أو كانت فئات أو مواطنين يعاقب مشروع التعديل لقانون الأسلحة بالحبس والغرامة المالية من يحمل السلاح في المضاخرات حتى وإن كان مرخصا فكم من أرواح تطايرت في ساحات الاحتجاج وكم منها رحلت بأيدي سلاح يتحرك بحرية اختال أحلامها فليصمت أخيرا دويها وإن كان صوته قويا يعلو الحكومة أحيانا من بغداد علي أسد الرشيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر